النهار ده في خسارة للنادي الأهلي أمام سنبا صحيح بس فيه برضو أكيد دروس مستفادة ودروس المستفادة لما بيكون خسران فأي تجربة يعني مش على مستوى مباراة فقط يعني دروسها بتكون أكتر فإيه الدروس اللي حضرتك شفتها ممكن نطلع من خلالها خاصة وإحنا لسه في بداية لسه المشوار عندنا فرص مش فرصة واحدة إيه اللي ممكن اللعيبة تستفيد منه والجهاز الفني يستفيد منه كابتن خالد يعني هي مش أكتر من مباراة خسرناها مافيش فرقة على فكرة هتبتكسل على طبيب يعني إحنا برضو عشان نبقى بنفكر بعقلانية شوية وبهدوء شوية لأن دايما الكبير دايما لازم يبقى عائل وإحنا عشان كبار والنادي الأهلي كبير فإحنا عالين على طبيب ومافيش حاجة بتأثر معنا دي مباراة وعدت ولكن زي ما أنت بي تقولي فيه دروس مستفادة الدروس المستفادة أنا من وجهة نظري يعني الفنية أنت بعد الحلقة دي هتبقى مدربة كبيرة على الفنية بس قد بالك من الكلام حاطئ الدروس المستفادة أول حاجة بالنسبة للجهاز الفني بس أنا قبل ما أتكلم عايزين نتطفق أن كرة القدم فيها توفيق وعدم توفيق ده موجود على كل مستوى الفرق في العالم يعني ممكن فرقة بتبقى كويسة جدا والتوفيق ما بيحلفاش بتخسر المهم إن ما يبقاش فيه تأثير فنيجي نتكلم على مباراة سيمبا مباراة سيمبا أنا أول حاجة كان لازم اللعيبة والجهاز الفني ياخدوا بالهم منها بشكل كويس جدا نسبة الرطوبة على فكرة أنا بزعل جدا لما بسمع كلام فيه طبعا كلام في الكورة بيخش الدماغ لما بيكون مظبوط وبيخش العقل وفيه كلام أهو بيتقال بس بيطلع وتعديه خلاص لا بتسمعين من ودن ويدن الحر ما يفرقش الحر لما تبقى ضررة الحرارة تلاتين أو مش مهم هي نسبة الرطوبة هي اللي بتتعب بتتعب اللعيبة جامد جدا إزاي يتعامل في جو فيه رطوبة نمر واحد حيبقى صعب قوي على اللعيبة يعرفوا الكلام اللي أنا حقوله يعني لازم يتقلهم من الجهاز الفني أول حاجة إن إزاي تخلي الكورة هي اللي تجري مش انت اللي تجري لأن الكورة احنا دايما دا كلام أنا يعني مش إحنا أنا دايما بقول إن الكورة مش تتعب خلي الكورة اللي تتعب الكورة مش هتتعب طول ما انتي بتمشيها صحيح أيوة صح الكورة مش هتيجي طول الكفالة تعبت عايزة أقف إنما أنا لو فضلت أجري عمال على بطان في الرطوبة تمام نمر واحد حلاقي نفسي بجري بدون إنتاج نمر اثنين مجهودي تعبت صحيح فخلاص كل أجهزتي قراراتي كلها مش تبقى مزبوطة فكان بيعجبني جدا في الجيل بتاع بوتريكا وبرقات وقل جمع الجيل ده كانوا بعملوا حاجات كويسة جدا بالفطرة لأن موابتهم كانت عالية وإمكانيات الفرقة كانت عالية في الماتشهات اللي برا الماتشهات اللي جامدة كنت تتلاقيهم أول ربع ساعة مستحوذين عالكورة باص 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 فالكورة عمالة بتمشي بدون مجهود زيادة بدون مجهود زيادة وفي نفس الوقت بتنتصح حماس الفرقة اللي قدامك لأن في مبدأ فالكورة في حاجات فالكورة مبادئ ما بتتغيرش واللي يقول غير كده يعني فيه ثوابت طول ما انت معاك الكورة مش كيكي فيه يقول يعني بمعنى إن أنا لو مدرب فيه على حسب كل واحد على حسب فكره لو أنا عايزة دافع كويس أخلي الكورة في رجل أستحوذ أكتر أستحوذ بس أستحوذ فين مش في التلت الدفاع الأخرالي بتاعي في نص الملعب في التلت في نص ملعب الفرقة التانية وفي برضو حاجة من السوابت طول ما الكورة في نص ملعب المنافس انت فمان حتى لو بتعملوش بيها حاجة زمان كابتون جوهري الله يرحمه قال لنا في مرة جينا في ماتش في آخر عشرين ديئة بتاعيدنا مش فاكر ماتش ايه وكان شكلنا مش كويس فقال لنا حاجة جميلة جدا لغاية دلوقتي الله يرحمه كابتون جوهري طبعا ما بنسهاش لأن زيان بيقول الكلام اللي في الكورة الصح ما بيتنسيش أبدا فقال لك وانت تعبان طول ما الكورة معاك والجمهور حاس ان انت تعبان مش حاسس فمش هشتمك ولا حيزوم عليك الكورة معاك بس انت تعبان بس محدش داريات فلما تتعب خلي قرف رجلك بقدر الامكان انا كان نفسي الماتش اللي فات نتعامل بالمفهوم دوا مع مباراة سيمبا نظير نسبة الرطوبة العام طب دي خبرة العيبة لأننا برضا اشتركوا في القناة